عيشنا عمرنا أحباب، أهلاً بحضرتك والحقيقة إحنا سعداء جداً لأننا هنتكلم عن قصة حب من أجمل القصص الحب اللي سمعنا عنها في تاريخ الفن بشكل عام أهلاً وسهلاً بحضرتك، مبسوط بوجودة مع حضرتك ومبسوط بوجودة في القناة الأولى المصرية وهي قناة طبعاً لها محبة في قلب كل مصري بحكم امرأس تاريخي يعني محدش يقدر يمحيه ولا حد يقدر يختلف عليه نورنا يا فندم وخلينا نبتدي على طول عن قصة الحب الجميل اللي هنتكلم عنها أولاً إلي دفعك أنك تعمل كتاب تتوج فيه القصة زي يعني سنة 2020 كانت المادة المسيطرة على الصحف في الوقت ده هي أخبار جائحة كورونا وبحكم أن أنا صحفي وكانت في جاريت الدستور كانت ملفات دائماً اللي بشتغل عليها هي الحوارات الصحفية أنا كان عند ملف رمضاني بينزل على حلقات متتابعة في رمضان بعنوان الله في حياته يعني بحاول أكتشف في الملف ده الوجه الآخر لعلاقة المشاهير بربنا بيشوفوا ربنا إزاي في حياتهم والتفاصيل دي يعني وخاصة بحب أركز في الملف على حياة الفنانين يعني إحنا عندنا معتقد ساعد أن حياة الفنانين دي هي حياة يعني زي ما نقول حياة طائشة ليل ونهار يعني بس في الغالب أغلبهم فهم شخصيات في علاقات خاصة بينهم وبين ربنا أيا كانت طاقس اللي بيأخذوا العلاقة دي فكانت من ضمن الشخصيات اللي أنا كنت مترجة أن أنا حاورها المساكار محمد سلطان وهو يعني شخصيات أنا بحبها قابلته مرة من سنين في معرض الكتاب وأنا بغطيه كالصحف لسه خطيب أبتدي المشواري اللقاء عابر بس كلامه اللي عابر اللي أنا سمعته فضل مؤثر معايا يمكن كلامي معاه في الوقت ده كان المساكار محمد سلطان 83-84 سنة وكانت ناس كتيرة نسيته وناس كتيرة مش يعني حتى كان النازع عندها اعتقالات لأن المساكار محمد سلطان توفى يعني عملت الحوار مع المساكار محمد سلطان والحوار خد صيغة تاريخية تكلمنا عن علاقته بكل حاجة في حياته يعني ليلة الحوار أعتقد أن أنا جات لوردود فعل غير متوقعة من كتاب ومثقفين ومفكرين وكان في الوقت ده كنت أنا شغال على مشروع كتاب مختلف تماما فجاء الاتصال من الصديقين يعني العزيزين أصحاب الفضل وملا مشكر الناس لمشكر الله الأستاذ حسين عصمار الناشر في دريشة والأستاذ محمد توفيق الكاتب والمؤرخ والصحفي قالوا لئي رأيك نكمل بتقولهم أنا جاهز طبعا حواري مع المساكار محمد سلطان كان لمس فيها شيء مهم قوي وهي حالة الوفاء الكبيرة لناحية الفنانة فايزة أحمد يعني المساكار محمد سلطان زي ما أنا كتبته قلت راجل بتجتمع فيه يعني كل المقومات اللي تتمنها أي أمرأة وأي سيدة شخصي بنتامل عائلة السكراطية شخصي بيمتلك كل مقومات الجمال شخصي كل بيمتلك كل مقومات النجاح مع ذلك لما بيرتبط بحد وبيحبه بيفضل عايش على ذكرها 37 سنة وقت ما أنا كنت مقابلة وقفة الوقت ده وما كانش راضي يتجوز أو راضي يرتبط بعد وفاتها أنا يعني أغلى حد في حياتي هي والدتي والدتي عاشت التجربة دي معانا أنا وإخواتي يعني تجربة الوفاء بعد وفاة والدي وكذا استوقفك أن راجل اللي عنده الأحاسيس دي استوقفك أن الراجل اللي بهذا القدر من الوفاء وبهذا القدر من الإخلاص والحب هو ده اللي استوقفك؟ كل حاجة في تجربة الموسيقر محمد سلطان مع الفنانة فايزة أحمد كانت استوقفتني رغم أننا في الوقت ده كان الحوار احنا بنتكلم هيدلاينز يعني خطوط عريضة مش تفاصيل أولا حد ناجح حد مؤسر لكن حياته شبه بتنتهي بعد وفات حبيبته وبيفضل عايش على ذكرها ويعني بتفاصيل مهمة أدخل بيت الموسيقر محمد سلطان وقاعد دايما وحوالي صور فايزة وكأنه بيتأمل في كل ركن الذكرى جماعيته بيها موكب في ارتبط بيها ومين الراجل اللي قدر النهاردة كان يوازي بسنين كتير بيزور بقبرةها بكل يوم بشكل يومي تفتكر إيه اللي كان بيميز قصة الحب دي تفتكر إيه اللي خلى قصة الحب دي بالشكل اللي حضرتك بتحكي عنه ده وبالشكل اللي اللي وصلك من محمد سلطان ومن حبه وتقديره وإخلاصه ووفاءه للفنانة فايزة أحمد إيه اللي كان بيميزها اللي خلاها تبقى بالشكل ده وبتختلف عن غيرها بإيه عن قصص الحب احنا سمعنا عن قصص حب كتير ايه اللي بيميز القصة دي اللي هجاوب عليك بالقلول المساكر محمد سلطان لما قال لي لو لا الحب ما كانت الحياة لو لا الحب ما كانت الحياة وأنا بضيف من عندي لو لا الحب ولا وفاء أي حد بيع في حب وأي حد عنده وفاء أنا دايما ننصح اتعامل معه وانت قلبك متطمن لأنه مش هيبقى مؤذي مش هيبقى عنده غدر ده اللي حصل في حالة الفنانة فايزة أحمد والمساكر محمد سلطان اتواجد الحب فلما اتواجد الحب ظهر الوفاء لما ظهر الوفاء انتهى بالإخلاص السلسية ديت هي اللي توجت وكللت العلاقة دي الحب والوفاء والإخلاص هي اللي توجت وكللت العلاقة ديت أنا بشوف علاقة حب أفلطانية أسطورية بمعلك كلمة يعني الراجل الحد الآن يعني المساكر محمد سلطان لما رحلت عنده الفنانة فايزة أحمد هو كان في كمة توهجه كمسكار وكملحة قادر أنه كان يتجوز قادر أنه كان يرتبط وفي وقت ده مكانش حد يقدر يقولهه مصراحة يعني مكانش يقدر يقوله بتعفلت كده ليه أو أي حاجة لكن هو أراد أراد أنه هو يدينا مسأل ويدينا قضو وأعتقد أنه داته تتوج في مشهد الوداع بتاعه حجم يعني رجل غائب بقاله كتير عن الأضواء غائب بقاله كتير عن الزور حجم الوداع والكلام اللي كل في حقه كان أعتقد أنه تتويج على الحب والوفاء والإخلاص